أبويا ظلمني و ظلم أمي و ظلم أخويا لبنا لو حكما أنه سحب مني كل حاجة والدنيا دست على وشي لا ما بيقولك الأوقات الكويسة مبتعملش رجال أسلوب اللي هو الناس اللي بتتلعسوش ميدي تحس نمو معمولين في المعمل دول لا أنا طبعا أنا أعفاه كتب بصيته وقال لي إن ما أراهاش مش عايزك تقراها إجلما وقالبي بيقول لي لازم تقراها فانطريت تقراها من وراها ولقيت إنه أكتر حاجة كان أدمان عليها إنه أحسس إنه ما علميش حاجة أنا طب بيت في بيت أمي هيا شاب في بيت كله أول الحلال الأول اللي جاب لك كان كل أحوية شخصية طبعا أنا ما نجيش على حلالك شخصية ما كش دعا أنا أعمل إيه موكيب لك طب مالجاب حسن جابر أو الجوريلا أو الكوتش يبان قدامنا إنه بيتحق على طول ودمه خفيفة بس ما حدش يعرف وعدة بإيه عشان يوصل اللي يوصل للنهاردة كان في حتة وراح حتة ثانية خالص لو سألت أي حد بيتابعوا أو من اللي بيدربهم هيقولك إنه مش مجرد مدرب لأ أخوهم الكبير كل عملوا مصدق في نفسه وساعة بسيب الباقي على ربهم أعرف حسن من زماني بس النهاردة عرفته أكدر أحبيته واحترمته أكدر وأكدر تعالوا بنسمعك الصدر أنا شايد شريف دا جروتاوس حسن جابر مستشادي حبيب قلبي أخبرك إيه؟ كله تمام؟ كله زي الفل يا حبيب قلبي طيب خلينا سألك أول سؤال كده معنا النهاردة خطف كده على طول؟ أه خطف على طول مين؟ أنا مين؟ أنا عبد فقير لله أنا اسمي حسن جابر تكلم في حتة رياضة بساعد الشباب بساعد الناس عشان ربنا يساعدنا طيب عندي سؤال في ناس كده بتعمل لأنت بتعمله؟ زي ما انت قلت كده إيه اللي حسن أنت وأظن يعني أنا شايفك شخصيا وأظن برض أنت شايف نفسك نعمل عند ربنا إنت أوصلت مرحلة من النجاح مكررة بناس ثانية كتير إيه اللي عندك مختلف عن الناس ثانية؟ بص يمكن أنا بتريت بدري يعني كان أوائل الناس بتردوا الشغل لنا دي فبعده بيقع يعني بعده في جزء منه بيجزء منه بيقع بس أسباب شخصية أو حاجات فيك وفي حاجات توفير من ربنا طبعا أنا ما بتريت ما كانش فيه ناس كتير بتعمل لها بتعمله الأوامر يعني ما كانش فيه ناس أوي يعني وممكن تريد تقوله من أوائل الناس اللي بتلقص ريش بس مش دايما الأول شرط نوع يعرف مش شرط نوع الأول بس آآ أنا دايما مثلا بالنوع اللي بحب بأتعلم يعني أنا مثلا هقول لك حاجة أنا ما بتريت ابتكلم على السوش ميديا وكنت مثلا عندي أبعين في المية من العلمات اللي عندي اللوني بس أنا بتريت وكنت وفي حاجات غلطة تقولتها وفي حاجات بتعمش فيه بس أنا بتعلم وما زلت بتعلم والغاية دلوقتي بتعلم وأنا مادرسة أن أنت يوم ما تبطل اللي بمتفتك أن أنت معلم والبطل تتعلم يبقى أن تيوم انت خلصت على نفسك لأن إحنا مشروع أنت بني مش مناي أنت متلج أنت ممتلج الانجوين الهو لا أصدق الغاية يوم ما ما تموت خلقنا انسان في كابد يوم ما يتيجي تريح او يوم ما يتيجي تركن. ده كده. اذا لا وما قتيته من العلم الى قليل. كل انت فاهم انت يتعرفش حاجة خالص. بيقولك الواحد يعني عظم العلماء بيعرف كنه كل ما بيتعلم بيعرف نقط ده معين اوي. دمور دي نور. دمور دي نور. انا طوال. دمور دي نوت. انت كيف انت ما يدردو نور. بزبت. بزبت. تعرفش حاجة خالص. وما انت تعرف ان انت مش عارف حاجة اللي تبقى ساعتها تفهمت حاجة. صح. يعني فانا بتعلم مع مطول. دايما بحاول اعمل جديد. ودايما بحاول اجدد من الها بعمله. يعني انا تلاقي كل الفيديو بتاعتي او شغلي او مشاريعي او حاجتي او البيزنس الفينشيز اللي انا رأيت فيها. دايما بجدد فيها. وكل سنة بتختلف عن قبلها بتختلف عن قبلها. انا ما ببركنش. ما ببركنش ليه لان انا بكرة او ممكن يكون قريدي اتولد واحد. يكون احسن مني ودمه اخف مني. صح. وعنده قبول اكتر مني. و ممكن اشتغلك ثماني. فإذا انا وقفت هتدي له فرصة. صح. فانا ما يفعلش اقف. صح. وبعد كده بقى فيه توفيق من عند ربنا بقى قبول. عند الناس دي بقى حاجات. يعني فهمقص دي. دي بقى حاجات فيها. مش حاجات عند ربك. فهمقص دي. فهي من حاجات دي. وانت برضو ربنا بيديك فرص في حياتك. بقى الناس دايما تقولك ان انت مثلا تيجي تقولك اصفان محزوز اصفان محزوز. اه حظ رزق منها بس. لو جاتلك الفرصة وانت مش جاهز. ملاقش لازمة. لما بتجي لك الفرصة وانت جاهز. هي دي اللي بتبقى سعيتها اسمك المحزوز بجد. لان انت بسعيتها بتبقى جاهز. صح. طب تستغل الفرصة. فالناس بتجي لها الفرصة ومتستغلهاش. بعد كده في حتة بقى مشكلة عند الشباب ممكن عشان ممكن. على شوق انا قريب جدا من الناس. يعني ما اقولش. يعني بيقول لهم شباب الاخواتي اللي بيسنت. ان هما اللي بيعملوني. هما اللي عملوني. بعد ربنا وضو عمي يعني. هما اللي عملوني. بنامتكلم. فبشوف. ففي مشكلة عندنا يمكن هي ثقافية. او تربين عليها. ان احنا فيه معلوم فيه حتش تفضل تشتغل لغاية حتة معينة وبعد كده هتريح. اللي هو فيه رقم معين فلوس. اعين كان بقى. فيه مثلا بوزيشن انت موظف مثلا. انت هتوصل لبوزيشن معينة وهتركن. فيه رقم بتعمل هتعمل فلوس معينة هتروصل. هيبع عندك من الاملاك عدد معين. هيبع عندك من العلم قدر معين. ما كان خلاص انت هتريح. ده كنسب خاطئ. ولسه الاسف د موارس بسبب اجيال. بسبب احنا ممكن نعملها بقى. فمواصل يعني مش عوزين نخش في حتة دي بقى. مم. بس هي ان ان انت هتوصل حت بلا. انت مش هتقلم معترك ان انت خلاص احاك. صح. 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 فانا عارف حتة دي. فده من دور. ممكن تتعب وتريح شوية بس عشان تكمل تاني. ممكن تقع. ممكن تقع. ممكن تقع من اول وتاني. ممكن تقع من اول وتاني. احلى حاجة طب. احلى. بس اللي هو كفاية خلاص انا كده تمام. انا قدامك ان تحكي لنا عن طفولتك. سريعا. زي اقصرت فيك. لان كل واحد فينا دائما بيقولك في سيكولوجي حتى ان انت جزء كبير او من شخصيتك النهاردة مربوطة بتطفولتك. انا طفولتي كانت طفولة يعني معداشة. ما برضو مش مش تكيش. يعني طفولتي كمستوى اقتماعي. وكان عندي حظ حلو ان دخلتني مدرس كويسة. ان انا اهلي تعبوا معي. بس انا بعد طفولتي كانت برضو كلي بقى انا انا احنا اخين. كل واحد من نفسه الام بس كل واحد من اب تاني. واحنا الاثنين تربينا في نفسه البيت. وتربينا على ان احنا اخين. يعني محمد بقولش ان هو مش محمد اخويا. محمد اخويا من ام اخويا. اه اه. ليه بقى لان انا كان القاسم مشترك يعني. لان انا كان علاقتي انا ابويا كانت شعر يعني ابن رحمه. كان كان شخصية صعبة. فكانتش علاقتنا احسن حاجة. وكان ما مفهو. وتعريت عاملهم مع انا عنيفة جدا. فانا امي كانت عايمة بدور الاب والام. لينا احنا الاثنين. وانا امي ست ع عظيمة. يعني انا امي كمان مش مش يعني انا امي غير ان هي ام. نخش عليها دي. نخش على الموضوع ده. ده ليه كزا حاجة. ده ليه كزا حاجة. فانا امي كانت ايما بالدورين. بدور الاب والام. فالطفولتي في الوانة صغيرة لغاية سنة مسلا. عاشر سنين تاعك التفولة العادية طبيعية جدا. ناديو. مدرس. مسلا. مسلا علاقة من الاب مش احسن حاجة. لا. من داي وان مش احسن حاجة. ومع كم كانت سوء. بعكها بقى بقى اتراحك. توقفه انت عند عندك قم سنة؟. ايه؟. توقف فى WA انت عندك كم سنة؟. لا توقفها دي سنتي. توقفة من ان توقفها. ابوي. الا توقفة. بس منطلعتش علاقتنا جيدة. لانا يعني بقدر نظر.했어. بقى مش على كتير جدا. يعني بعمل ان 73 دعاتي. بس اصلاح في شخصية جدا. اه. اصلاح في شخصية جدا ان انا ما احبش الظلم. ولا انا ابوي زلامني. بصلاح امي. وزلام اخوي. وزلامنا كلنا بقى تقول. نقامت بك. بدون سبب يعني كان ممكن اللي حصل ده كله ممكن محصلش بدون خالص كانت ممكن الحياة مش في طريق تاني بس يمكن ده بقى لا بقوله بقى ان انا كنت وانا صغرية لمسا كنت بشوف ان الحاجات دي انا مظلوم فيها او انها حظ مش مقولوش مظلوم اقول ان احاس دي وحش فيها بس يعني اذا ما كانتش حصلت ما كانتش هتخليها على الشخص اللي انا فيه دلوقتي لان انا شفت الحاجات المفروض ما تتعملش ما تتعملش في سن بادري جدا فبعدتني بعد كده حياتي عن حاجة كثيرة جدا وشوفت طريق التعامل مش المفروض تحصل فبقيت بعمل طفل بقصر جهدي نقعد عن الطيراني يعني مش عز دي ممكن شو هشو هشو هكذا انا بحاجة 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 يمكن اول مرة يمكن احطة اللي هتفرجوا انا دائما ما بجيبش سيارة الموضوع يمكن بنا كتب ان احنا اتكلم فيه بس فكان قدامي قدامي نموذجين نموذج عامل زيه ونموذج ما عاملش زيه جوه البيت فكاد صعبة بعد كده اما كبرت اكتر بقى وصلت لبقى لسنة المدرسة اول سنة الجامعة دي بقى الموضوع بقى صعب جدا والطريقة بقى اخد صف والدتي وان انا اقف ادفع عن والدتي وان انا اقف لابويا ودي ما كانش سهلة كانش سهلة خالص لان انا مش بفروط تحصل لان مش فروط الطريقة ان انت تختار فانا عندي عيب ان انا مبعطش اطبل او اتستس لاحد لحد انه كان امي او ابويا انا مع الحق فانا امي كان الحق امي كان وانا عندي رب يعني انا عندي ربنا فوق امي تحت انا بالغاية دوقتي بنام تحت رجليها فاتفرتي كويسة جدا لغاية سن معين وبعد كده جالي فترة اللي هي بقى بعد كده اللي هي التينيجرز دي او مداسة او الجامعة وكده وبتاع دي كانت صعبة جدا يمكن الناس كانت شايفها منبارة ان انا كنت افرى جامعة كويسة وانا على البده يعني الناس هتوارك ترى اه بس انا كنت مقابل ذلك فكرة حتى نفسيا صعبة جدا بطارة اخش في مشاكل ما بين والدتي وابوي او احل وانا صغير يعني انا صغير من اخويا بعشر سنين بس انا مقويا برضو كان موقفه صعب لان اخويا من نفس الاب فانا اللي طريت اه اه مكروفه حساسي يعني او مقدرش الدخل فانا طريت انا فانا طريت اشي المسئولية في ايج بدري جدا واقف في سابورت والدتي والكلام ده كله بس فاتفولتي كانت كويسة اه وحمد الله على كل حاجة ولو ما كانش عديت في السعارب دي يعني انا عندي شي خامل وادني ابويا وهو رصد برضو يعني من ناس كتير قصرت حالتي يرارك لو انت كل يوم بتقصح تفطر عسل مش هتحس بعد كده بتعمل حلاوة لما بتاكل يومين لفت وهتدق العسل تاني احمد ربنا على نعمة العسل الحمد لله الحمد لله لعندي معاك نفس يعني حشاب ارتكروبت كده شوية ان علاقتي بوالدي برضو مكيتش احلى حاجة واحنا صغيرين وانا صغير يعني بس اتحسنت اه مع الوقات انا كنت ابن الوحيد اه طبعا مع ابن الوحيد كانوا مطلقين بقى هو رايش معه لوحدي فطبعا تربية الاب غير تربية الام خالص فانا بدي له عذر طبعا ان هو كان بيحاول يعمل حاجات كتير ايه في نفس الوقت بس هو كان ناشف وهو فكر معظف وطرق عمرو معظف وانا من اربعة عشر سنة وانا منطلق انا عايز اعاب الزبط يعني بسبب خلاف معي يعني اول مرة ببطيت الشهر عندي اربعة عشر سنة كان بسبب خلاف معي وعلى كنت هتحسنت قبل ما يموت اللي ارحمه بسنتين ثلاثة اه وفاكر ان هو قبل ما كتب بصيته وقالي ان ما اراهاش مش عايزك تقراها اجل لما وقالبي بيقول لي لازم تقراها فانطريت تقراها من وراها ولقيت ان هو اكتر حاجة كان ادمان عليها ان احسس ان هو معلمنيش حاجة معيني بالعكس هو انا تعلمت منه كل حاجة مفروض ما عملهاش نفس التجربة بالزبط بس كنت رحت وكلمت معه واضح والحمد الله ان انا فرقت معي جدا مهم ان انا تعلمت منه حاجة بس فاهم اصدق فكرة تعلمت بطريقة تانية يعني انا اعوز اقول لك حاجة انا امي انا محدش ضر او او ضرها او ضرها او طعبها في حياتها زي والدي اللي ارحمه بس مع ذلك كان في اخر ايامه كانت هي اللي بتوصيني وطولت ارى ابوه وكنت بحاول ارى ارى وكنت كل مرة ارى 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 كان برحصل خلافات برضي ومشيت على كلامها وحاولت اعمل الكلام ده كله بس ما كتب لناش نحنا ننهيه على مهم انك حاولت مهم انك حاولت وربنا شايف بقى يعني ربنا داري باطن امورها طيب عايزك تقول لنا كنت وانت صغير كنت تحلم بايه وانت صغير صغير اه وبعد كده لما ابتديت بقى اول ما بتبقى في الجامعة او بعد الجامعة كنت تحلم بايه وحلمك دلوقتي ايه احنا كلنا يعني كل الشعب المصري او كل جنة احنا اتولدنا كنفسنا نتلع رهيب الكرة اكيد كانت تحلم الطفولة طبعا انها بعد كده تمكبت اكبر شوية ف حت الجامعة كنت كنت بالس بيزنس وعايش فحيلي هتكلم كلها فان انا اكمل في بيزنس وكان ده كله استغلال كنت محب الرياضة نفسي اشتغل في الرياضة لكنها ليس هنفع بقى خلاص العيب كوره بقى و أفليت يعني خلاص بقى المركب عدت يعني فكان نفسي طعم اشتغل في حتة الرياضة فممكن بعد كنا ما كبرت وبرضو كنت اشغال في حتة البيزنس دي كنت بقى دايما الرياضة جزء كبير جدا من حياتي يعني دايما بقول لهم انا اتعدمت الالتزام في حياتي جفت من الرياضة يعني الالتزام اللي هو انا بطحر الفجر وانزل تمريني بدري وحكتي وأكلي والالتزامي وموعيدي وانا بطمئن كل يوم الالتزام دا ما كانش يعني ما جاليش مثلا من الفترة اللي انا اشتغلتها كنت في الشركات مثلا باشتغل كنت شاطر بس ما انا ما عندي مشكلة تانية برض ان انا بفريق فانا مثلا ايه باعف انا طعمي الكونس ببتاعي في الشغل ان انا بقعد اشتغل الشغل خلاص بقى ممشي ما عنديش شغل موعيد فالالالتزام جالي اما بقيت كويس في الرياضة فالرياضة هي اللي اعملت حتة الزامنة بعد كما اكبرت كان دائما الحيني ان انا افضل انا احطر حتة الرياضة يمكن ان ارجعت بقى لعب حتة الرياضة على الجنب وكان حتة الكروسفت وكان حتة السوشال ميديا ارجعت في حتة دي لفتحت لي البيب تاني ان اشتغل في حتة الرياضة فالحلم التطور من هذا ان انا انت باشتغل اللي انا عارفه او اللي انا براسته لغاية ان انا لا اعرف اشتغل في حاجة انا بحبها ومن فتح لي البيب تاني تاني اشتغلت في أuire ناجاتة الرياضة اعم يمكن بعدك بعت حتة الميديا والنسبة لي اشتغل في الرياضة من خلال الميديا بابت لان differences احصل في رياضة أBER اعط uploaded في مجال الرياضة ان تكون تلك المعنية بالحلمективي أن من فعلة او معikat قام بأكاد في حتة الرياضة او بلاتفورم بيسير في كل احتياجات الرياضية بتاعتك فده حمي اللي انا حققه نفسي طول عامل ان انا اشتغل في العمل العام او بحاول اشتغل في العمل العام حاجات الخير طبعا وكده بحب السياسة بحاول اتخلت في مجال السياسة تانية او جالي تجالت في فرصة ان اشتغل في العمل السياسي انا بحب اخدم انا عندي نائما بالنظرية ان انا عامل اشتغلت عشان الفلوس ممكن ت chuyسر يا عبود انا从 مكان coolest آني او ما اعرفش اللي انط Rail haut صح جدا جدا اذا عمرك ما هتشبع عمرك ما هتزح black والان وحب الفلوس çaş دعنيو الحاجات انا احب العيشة جيدة اتركي انا مبسوط بقى وا luxurious انا احب مش ه العيشة but اوني اعلم عندي الا امي الفليوس انها اعيش في المستيح. بس انا بالنسبان لدي هدف في حياتي. وحيات او بساعد ناس. ده اهم كتير جدا من كده. انا بلعب على سنة خلاص. عسنا بود خدس لبلك احنا احنا لفيني وانحنا وجينا في الدنيا وبطاعة. انا بلعب على الوصول اللي فوق ده تيمش ببعض على الوصول اللي تحت. اههههههههههه. سواء السكول اللي فوق اللي يفرف. واهههههههه. سواء السكول اللي فوق اللي لاهها بالزابت هو ده انا عارف تعمل كل حاجة بس مباشي هدف اتسير والحياة. حريمي دلوقتي اننا ابقى ان انا ان انا اللي انا بعمله ان انا بساعد الناس من خلال beh啡نطنت بساعد الناس من خلال العام العام. مثلا الناس ان انا اكبر في الحتة دي. ما عرفش اكبر اكبر في الحتة دي. هل بقى من خلال ان انا في العام العام اكبر في خلال الميديا اكتر. بحاول في الناحيتين. بس في حتة السبوة. بحتي يمكن أن الشباب الآن تطلعوني من هاتف الارضة يعني أنا لست ما زلت بشتغل في هاتف الارضة بس هاتف تحاولت بشكل طيب أسأل لك حاجة يمكن أن أخبرتها من اللي أنت سألته قبل كده أنا لم أعرفش مثل فأنا أما بطلع التكلم على السوشال ميديا يعني أنت عارفني وعارفني من سنين أما ببصت أما بلاقي ناس ما تعارفنيش تعارفني من السوشال ميديا تشوفني من الفيديو وشوفني الكلمة التي تتكلم معي تقولي إيه ده أنت نفس الشخص اللي على السوشال ميديا لأنا لم أعرفش تصنع لا يعني الحتة دي بالذات أنا شوفتها على أدايا يعني ممكن تبقى أعد مع حد يعني حاجة أدي برده دلوقتي حسن قبل برا الكاميرا هو هو حسن لعده قدامي شفتها كتير جدا في حالات كتير جدا ناس تتبقى شخص بتعامل مع شخص بتريها معاينة أو ما يوده قدام كاميرا هو واحد تاني خالص طبعا طبعا يعني هؤلاء حاجة ما بتقيت في السوشال ميديا ما كنتش ملتزم مثلا دينيا أو قوي ما كنت كويس ما كنتش ملتزم لهذه الدهار عمر ما باينت إن أنا كنت ما عملنا فيها شيخ بالعكس أنا بطلع أقول للشباب إنه ما كنت الشيخ وبقيت مش بقيت الشيخ يعني بقيت ملتزم والالتزام يعني فأنا بقى نقل حياتي ليلة الشباب بخبة حياتي بالحل وبالوحش بالغلطات بالنجاحات أو الغلطات قبل النجاحات فده اللي أنا بنقله برشاك حياتي فممكن أما عشان أصادق في الحتة دي وبتكلم عندي أنا ما بقول أنا كنت بقيت شرب أه بس أنا بقيتك أمني وبطلت 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 صحة شابه إنهم ما شابهوش وما عملوش بتكلم بوقعية إنت زي ما إنت أصدوك اللي هو الناس اللي بتاتل عسوش ميدي تحسن مهم معمولين في المعمل دول لأنه طبعا لا لا فهم لأن إحنا بني قادمين بني قادم خطاء بني قادم يعني خطاء صح مهما حاولت مهما حاولت مهما حاولت مهما حاولت مهما حاولت هتوقع في غلطات بعض مش غلطات مهما حاولت بين أنت مبسوط أكيد عندك تعاسق يعني ما فيهش دايما فإمكان بقى الحتة دي عشان أنا بنق بنق الخبرات للشباب فالشباب بطلتوني في حتة إن أنا الأخ الكبير بيسألوني في رأيي في حاجات أنا في الشباب بتكلمني تاخدني في رأيي في مشاريع بتعملها فما بدي رأيي رأيي من حتة دي فكانت حتي في حتة الأخ الكبير دي سنة مش بإيدي والله دي نعم عايز أقول لك على حاجة سنة زمان أحب الكستر أونلاين وكنا نروح الجيم مدرد بتاعك ده ما يبقى صاحبك تقلب نواحة صاحبك فتبتدوا ممكن تتكلموا في حاجات كده برا الجيم أما تيجي تعمل حاجة زي كده أونلاين ده أنت بهم مش فاكش أنت بتدرب أونلاين وإن العلاقة توصل هي هي كأن العلاقة احنا بنشوف بعض دي حاجة دي نعمة من عمد ربنا ما دي حاجة خصوصا بقى نعمة خصوصا بقى نعمة يعني دي عارف أنت دي ممكن فالد في الناس اللي بشتغلوا معي على مثلا أنا بعملها والكلام ده كله بس أنا رأيكي فيه ناس أصلا عاكلوا هاي عملها اللي عملها في الانستجام بتشوف فيديو بتكلم معي طبعات دي ام برد عليها لأن أنا قاعد دلوقتي أنا اللي برد على الدي امس بنفسي وانا اللي بتكلم مع شباب نفسي وانا عندي شباب بيساعدوني في حاجات تانية بس أنا اللي بتكلم وانا اللي برد وانا بعمل كله لأن لازم افضل تكلم كده لأن انا مفضل بربائيتش هتكلم انا مع الناس هتفقد مش طعب تكلمهم تبقى رفض تبقى رفض ومش هتعرف تتكلمهم مش طعب الشباب هم عايزين ايه اخذي عندي واحد ودعين سنة عندي خمسة وستين في المائة اللي بيتفرضوا عليها من 18 إلى 24 مش هتفناش فينش انا مش في سنهم فلازم افضل تتكلم دول اغلبية مش شعب اغلبية مش شعب فبالزبط فده خمسة وستين في المائة بيتكلموا معي فلازم بتتكلمهم لان انا بازم اعرف هم بيقلعني من ايه وخايفين من ايه وعايزين اعمل ايه وعايزين اعمل ايه وعايزين فما تحطيه في حتة اللي الناس ببتالي تبني معي علاقة في حتة دي فده اللي بحاول اعمله ان انا دايما بحاول اساعد الناس ده هدا في انها في الاخر عما بنافتكينا اكبر عدد الناس تي مش في جناستي ده هدا في الحياة لسه اسألك عايز الناس تبذكرك ازاي فانت جاوبتها دلوقتي باحلى احلى ايجابة طيب الناس في حياتنا ليهم دور مهمة قوي مهمة يبقى دور كويس يبقى دور وحش هزي هتحجيلي على تجربة معاناة خليتك تقدر تحدد طريق تعاملك مع الناس تسمع ليه ومتسمعش ليه تتوقع ايه ومتتوقعش ايه مش واحدة يعني هو فأنا كنت ممنوع اللي هو دائماً بدي الناس بزيادة دائماً بدي الناس على أكثر من بتاع وبيدي الناس على العلية وتتتوقع منهم برضو وطبق متوقع هي دي بقى دي بقى اللي بتبقى بحش ليه؟ لأن انت بتتوقع بناءاً على اللي انت متوقعه مش بناء على اللي انت شايفه منهم بزبط يعني هو مثلاً يعني مثلاً بيجيما هذا مثلاً مثلاً فكان لسي أحد بتتكلم أحد من شاباب برضو أنا كنت بحب واحدة وجيت على نفسي وحتى بطلت روح الجيم وهو اللي بعيدت لي وبطلت روح الجيم وبيديها على نفسي وبعامل شكلته أنا بقى دلوقتي حسن عنده 24 سنة كنت أبقى مكان الشاب ناح حسن دلوقتي يقولوا هي طلبت منك ان انت بديها على نفسك لا هي طلبت منك ان انت تشويل فلوس الجيم وتشويل فلوس عائلتي وتستطيع فعلها لا بطلت روح منك إلا نفسك هل تفهم أصدي؟ بس أنا دلوقتي بتعامل عمدي فورما لزيزة جداً أهم بتعامل على الناس على عد ما بتعاملوا معي أنا مثلاً مهدئياً أنا عندي حاجة بسيطة أنا دلوقتي في السنة بتاعها بس حملش واجعة الدماغة فأنت باش وجودك في حياتي هعمل لي واجعة الدماغة سأياً كان بقى سواء انت كنت قريبي يا حبيبي والكلام ده كله انت بشتبق في حياتي مشتبق في حياتي بمعنى إن انت مش بقليك دول مهم في حياتي مش هطلعك برا حياتي هتداونجريد الأهمية بتاع تلك في حياتي يعني انت كنت لفل إيه؟ هخليك بي او إسي أو دي هتعامل معاك على قد مطلوب مني بس مش هبديك في حياتي أنا المدير في حياتي يا قددفلي يا مددفليش يا قددفلي يا مددفليش مش هبديش حتى تضفلي مش تضفلي منفعة مش تضفلي منفعة فقط عشان يتفرض علينا ان انت بتضيف لي ان انت يا سيدي ما بتيجي تقول لي كلام حلو كلام حلو مش كلام حلو انت بتطبطب لي بس انت كلام حلو بتبسط بعض معك ما بندحك نفتك ايام زمان بنا مش عارف ايه بنا بتفاعل عاماتش مع بعض ايا كان كل دي اضافات فقط انت بتضيف لي في الحقيقة دي تماما انما فيه ناس بتقعد معي بتتلع من قاعدة كأن هم مصوا كل الانجي الطاقة لجواك خلصوك بتبقى ايه بتطلع ان انت هتعبقت بتنهج انت دي هم موقيتش هادر اعمالها زمان كنا من el tarnt اعملت صحيص صحيص صحبيه حبيبيه واخويه ايه 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 وهايب اعجف اول منافقة متشهر من بعجوه لا انا تبقى ايبا يا حد اصل لا انا�� لقيتش عن الحالة دي بس عملا انا بشوف ان الناس بيجي في حياتك بمعنى انها ممكن يجيلك حد في حياتك زي ما كنا كنا متكلم على صلاح او متكلم على مين الناس بيجيلك بالتغادرة في حياتك انها جيد او بتنوال لك طريق او بتساعدك او بتقول لك كلمة حلوة او بتنوال لك نور احمر او تقول لك انت ماشي في طريق غلط كل واحد له دور في ناس بتغادرة انها تجي لسن او درس يجيلك الدرس على حق شرق الشخص انا جال يدوس على حق شخص اشخاص كتير جدا فان كان في علاقات شخصية كان مترتبط بيوم او كده او جالي في علاقات صداقة او علاقات عمل او كلام ده كله ما تزعلش من الشخص لان عمتا بقى اللي انا بشوف اي خباشا انت متعلقش باشخاص انت متعلق بقربنا فربنا هيبعط لك اشخاص صح كل يتعلق وهي اللو عرج الناس دايما بتعلق نفسها باشخاص بزيادة بزيادة انا حياتي بتوقع دايما بيكلموني بقى شباب برده ده حياتي مش مستعمل كملة بعدا ما سابتني هتكمل انت بس شعيفها بس شهرين كمان شهرين الهي نفسك هتمورة مسافرك والشتغل بتاع هتلاقي نفسك زي الفول اللي بيرها كده بشهرين انت لا تتكلمني انت مش شعيفة دلوقتي انت اللي بنيت سيست بحياتك على ان الشخص ده مع ان انت دايما الناس بتفكر بقى حاجة تايما برده برده كمان كل ده مش ان انا فاهم بقى فصائحة لا لعنا عملت كل الخلاطات فانا بحزة اللي وصلت له دلوقتي فبمعنى ان انا كنت دايما بدني ساعات يبقى اشخاص فلانة علانة حبيت حدا حبيت بتاع مش هد ايه شخص اما فتريد اول حاجة انت لازم تبقى تتعلم ان انت تبقى سعيد في حياتك لوحدك لان انت لو مش سعيد في حياتك لوحدك اي ان كان مين ابوك ومك لو زي قو منك في الاخر وبتاع هيرنطبك ابوك ومك فانا بقى لك بقى صديقك اللي هو ايه ده انكيمي ده ايه ايه ده الباكبون ده مش عارف ايه الكلام اللي هو منسمعه ده ده الناس بتمشي ثونة الاول لازم تبقى حياتك انت بتاعف تبسط نفسك لان انت دايما تعتمد على حاجة او حد او اي ان كان بقى شخص شيء مكيف ايه قاعدة بتاع مش عارف ايه دايما هتبقى سعادتك مطابطة بدي فدايما هتبقى مطابطة بالحاجة دي انما تبقى سعادتك مطابطة بنفسك انا باعرف انا ساني ده بسافر لوحدي بمتعشة لوحدي مش ساني من لوحدي ممكن اسافر احلى تصيد لوحد ممكن اعمل اي حاجة ما حاجة او باعملها او بمبسط وبتصور وبطحك وبيعمل كل الحاجة نشكل ان انت اول ما بتوتبسط بالقعدة مع نفسك وتبتيت تفهم نفسك و توتبس معنا عن سعيشة فحد لا لا مشكلة اللي انا فيها Northern انا تسعير في الماهيم من الوقت قاعد لوحد صعيرين في الماهيم من الوقت انا بقى كانزورة انا بقى عندي كمان مشكلة ان انا مكتبية والبيت والى استوديو و بقىフ البيت فانت مفيش و عندي كلبين وبربرين متسلي اي ضد وزركة ساعة يا بعد مع كلابي. يا بغانب ارمي كل ما جديدة. يا منزل اللي هو بتاقي. يا بمبسس. مبسس. اه. مبسس جدا. جدا. فازها انت بقى شخص او شخصة هديجي تديفي. في حياتي. تخش في السيستم اللي موجود. وتنبستي وبتاع مش هديفي. تمام. اه. بازها انت مش هتخش دي في. اه. اه. بقى بعد تخشت بقى 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 قصدي السيستم. انا تعبت كانت بعد مشاكل كتير وبعد التجارب كتير عددتك في حياتي الشباب لسه بيعدي في الكلام ده كل دقتي وهيعدي فيه بس انا مع علاقاتي مع الناس الحمد لله احنا من نفس دقائق الاصدقاء شوف احنا اصحابنا عاملين ازاي معنا وبتاع واصحابي لغاية دلوقتي وتاع وانت من ضمنهم يعني بس في الاخر ما حدش فينا بيردوا صعادته بالتاني لان انت قديروا صعادتك بالتاني هتفضل يعني مربوط بالتاني هتفضل مربوط وانت ادخلت الوحدك وانت دخلت الوحد اما انت مرتخلت الوحده وانت قديرتك الوحدك natuurestyle. أوقانش عاوة انت كل ما تتزنق بتقول فتول بيتقول وانت بيتقول يا فلان دول فلان بيتقول يا رب يا رب طاب عايزك تحكي دي كده على موقف. اه. وقت ساعة ليك نفسك ساعة ليك نفسك. ساعة ليك نفسك وحاست انت لوحدك. بس بعد ما مر الوقت والنهار دا لما بتيجي تفتكر الوقت ده بتبصله وانت فخور مبسوط انت الواحد يعد عليك وقدرت تتعدي منه وتلقت منه وصلت اللي انت فيه النهاردة بالواحد بيصحب عليه نفسه كتير يعني كان بيصحب عليه نفسه كتير يعني ايضاتي مسلا وقائي فما مسلا بيحصل لي حاجة بيشوف هل الحاجة دي حصلت بسبب انا جزء اللي هتحمله منها فس الجزء بتحمله منها كتير لانت تبقى نوم نفسي لما فيه اوقات بتبقى موقف اتظلمت فيه مثلا يعني مثلا تمزي علاقتي بوالدي انا مكانش يلائع يد فيها يعني انا مختبرتش انا مختبرتش ابو ايها مختبرتش المشاكل دي تحصل لي بسن بدري كان نفسي تبقى علاقتي بابو اي احسن من كده يعني كلنا انت انت تقننت في الموضوع انت تبقى علاقتي بابو كويسة وان انت في الاخرية تبقى علاقة ثوية بالأب أبوك انا صعبت عليها نفسي جدا من اللي أبوي عملوا فيها صراحة لان عمل فيها كثير فده بقى صعبت عليها نفسي فيها لان ده الأب يعني ده الأب انا بس عن مشكلة ان انا ما استفيد في الكلام ده كله الناس تيجي تقول مرينة مصر وشتعودي ان احنا نتكلم على مشاكل دي فالناس تيجي له هو بيقطع في أبوك المترفي وكدا لا انا مبتكلمش عليها رجوع انا كنا بناء المخطرين وانا بناء المخطرين بس انا متكلم في الموقف الحصد انا سعبت عليها نفسي كدا الحاجة الوالدي كان سبب في الناية الحصد وما حسيتش انا الواحدي صراحة قوي لان انا كنت في الاسد برماري انا امي في نفس الظروف ده لان انا كنا نحطوطين في نفس الموقف مع بعض فكانت امي اسكرنا امي تسندين بعض وده يمكن ان الخل على أخي بأمي أقوى بكتير يعني امي تسندين بأمي كويسة جدا بس امكان ما حصلت مشاكل تلك اقربنا البعض اكتر وابقنا بروتين البعض اكتر فصعبت عليها نفسي جدا لان كان بحصل مشاكل كل الناس في غير عانا كانش مشايف السبب اللي فيها ولا هو استفاد ولا احنا احنا اضاري كل الناس اضارت هو احنا اضارينا وما كانش لها اي لازمة وصعبت عليها نفسي جدا دعني كنت بشوف الناس ساعتها بقى في سنة ده كنت بشوفتها محاول الناس اهوات بها فمعلاقاتهم بيك كويسة اش معنى انا كده فصعبت عليها نفسي جدا وقالي بفتلة طويلة جدا ما كانت حاملني مشكلة وما زالت لها روص بصراحة مش هكذب عليك يعني بس ربنا لو حكم في كل حاجة ما كانتش حصلت المشكلة دي ما كنتش هبقى استقلت بنفسي في سنة البدلة كنتش هبقى واقف على رجلي واحد ما كنتش هبقى تعلمت انها يبقى ظهر ربنا ما كنتش هبقى كانش هتبع علاقتي بامي وريبة واحسن بكتير زي دلوقتي فانا فخور ان انا عديت بالمشاكل دي ومش انا عديت بس منها ان انا عديت والحمدلله انا عديت بالمشاكل انا عديت بالمشاكل من ناحية التانية وان انا موقعش في نفس المشاكل اللي هو عملها او اللي حصلت لي دايما الناس اللي بتعدي فتومات بتبقى هي السبب فتومات للناس تانية فانا الحمدلله ما اظنش ان انا سبب في حاجة زي كده بس برد بيقولك يعني انا كنت طفل متدلع وان صغير بصراحة وان صغير وبعكاد بنا لو حكم ان هو سحب مني كل حاجة والدنيا داست على وشي داست على وشي داست على وشي جيت على البلوط خالص وبعكاد كرامها علي وفتحها علي وكرامني مواسعة يمكن لو كنت كرامني وانا في بعي البويز ما كنتش هبقى بيقولك الاوقات المعيسة وبتعملش رجال اوقات صعبة هلو بتعمل رجال ولو انت بقى طوله عايد بقى عايد متدلع وبتقدر بنادلك نعمة كبيرة زي اللي انا فيها هتبقى باش هتقدر انما تبقى كنت جيت على البلوط خالص وتجيلك وتجيلك في سن معين كويس انت خلاص بقى متقبله فيه بتقدر النعمة وتصنحها تبقى قدم مسؤولية ومما تبقى قدم مسؤولية بيلاد تديرك اكتر وكتر وكتر بقى خديك سبب ده عريقة بتكلم معك النهار ده اهو بالناس فهم اصدي من كاب نحكي خصيتنا لناس تانية مش تستفيد منها فيمكن ده 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 اكتر يعني ده اكتر مشكلة يعني ده اكتر حاجة اثرت فيها في حياتي وقت بودي صراحة او ما كان في الموضوع ده الناس كتير اه انا نفسي انا باش يا بره يسوفك بتستفيد فيه اوي كده كنتش تعرف انا بقول لك كلنا بنبان كده ان احنا زي الفل وجامدين وكل حاجة بس بس لو حكتت ايدك على الكتف واحد بس كانت تلاقيه هر بالنحية طوالله دهاش وقت اه بزبط طب من كلامك اكلمت على يعني دور والدتك وقدي انت شايف اا اقدر تشوف من كلامك يعني فجر الست وقدي ايه هو مؤثر في حياتك اه ايه رأيك في المساواة او في اه زيادة على اللي زورت ليه؟ لان انا طبيت في بيت امي عبورة بتشتغل امي بتشتغل وامي بتصرف وابورة بتصرف وامي اشعيلة مسؤولية وامي اشعيلة مسؤولية بس راجل راجل دلول دور ونسيت لها دورها فيش منافسة نفسها يعني جو اللي هو اه اه اصلي احنا دايما مناخد من الغرب الحاجات اللي احنا عايزينها وناخدش من الغرب الحاجات اللي احنا عايزينها طبعا 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 اول حاجة ان احنا في الزمن اللي احنا فيه ده ان احنا ده فرضت علينا يعني احنا في الزمن اللي احنا فيه ده كلنا لازم نشيل مسؤولية لان حياة بقت صعبة سواء ان كان راجل او سيت لازم احنا نشيل اعلاقة متساوية شراكة قائمة على احترام متبادل كل واحد عارف هو بيقدم ايه فيها وان احنا اللي بيعفي قدم حاجة قدمها وان محد بيقع يشيل التاني ده اللي انا فهمه شراكة شراكة شركة نفس العلاقة احنا داخليين كل واحد بتاع بقى انا واتعبت يوم انت مش هتشيني انا تعبت يوم انت مش هتشيني اه ده اللي انا فهمه انها مجول اللي هو المسميات طبعا احنا طولة منها عايشين من غيرها يعني فهم قصدي بعد كده المسمياتها اما بتجي تخش يعني من كده انا الغرب يعني بناخد منه حاجات كلها الحمد لله يعني أصعب من بعض هي شراكة زي ما احنا قلنا المساواة طبعاً يعني أنا بقى أمي بالنسبة لي أنا بحترم أمي أنا أمي تبقى زعلام ما عرفش نعم مني فمن غير الوقتين ما عرفش نعم مني فأنا بالنسبة لي من الست دورها مهمة جداً في الحياة أنا بحترم الست اللي تشتغل بحترم الست اللي عندها حاجة مخهة بالنسبة لي فجر الست ده أنا بقى طبيت فجر الست كان أهم فيه من فجر الراجل شكراً شكراً فيمكن ده بيخليني بقى ماجب بقى في علاقة بقى عملك عندي أعلى تماماً ممكن ده ما عرفش بقى صح والعالة بس بقى عملك عندي ماجب بقى عشيك حياة أو كده بقى البر عادي دي أكبر حاجة بتسبب مشاكل لأ أنا نفس زي ما بقولك كده التجربة اللي أنا عديت بيها وأنا صغير مختلفة عنك شوية بس برضو فيها نفس الدراما شوية فبسبب إن أنا والدي كمشتال كتير فمنو أنا صغير كنت عيشت وحدي يعني 12 سنة مثلاً وتربيت تقريباً في خمس بيوت يعني بيتنا عند جدتي عند عميتي عند خالتي يعني كده وشفت بيوتنا السحابنا أهالي عاملت ازاي وشفت يمكن تكون التجربة ديت اللي خرقتي بيها قد إيه الست مهم الست أهم من الرجل بس ما بنقولش زمان كناش بنقول ده هاتي بنقولش يعني كنا يا طبينا أباهاتنا هما لوعفين وعاة وبتاع أمهات من الشهينين بيوت كل البيوت وكل مستويات كله كله لأ يعني شفت ممكن تلاقي مثلاً الأم ممكن تلاقي الأب فاسد وضايع بس الأم تمام هي اللي شايلة والزبطة ديت هو دي كيس قدام لأي كده نفس الهكاية بس عزي مع الأب فاسد الله يرحمه لا مهما كان الأب عامل ازاي هي عامل البيت وعمل العيلة والأم هي اللي بتحتوي وهي اللي بتعرف تعدي المواقف وهي اللي بتعرف طبطب وتدلع وتشيل مسؤولية وهو ما بيقع من هنا بتعمله وتشيل من هنا وتعمل من هنا وتبرا حسس سكشن ان فيش مشاكل دورها عجبة كتير جداً من الراجل فموضوع اللي هو المساواة ده أصلاً أنا شايفه انه هو يعني زي ما قلت لك فلسفة زي على الفاضي أنا تربيت في بيت أمي هي لشايل البيت كله ودعيمة دورها ودعيمة كامدة كله بس ومتحسس فرق بقى مفيدة ان هي الستم جد تقوم وتعمل كامدة كله ومتحسس الراجل ان هو مش راجل طبعاً بالزبط كده بالزبط كده طبعاً الست الزكية اه بالزبط كده لا طبعاً الست الزكية دي الست الزكية انت بتكلم عليها بالزبط يعني فكرة ان انت هي هي شايلة كل حاجة بس ده ما بتحسسك ان انت اللي ساي طببنا لو حكمة في كل حاجة قالك امك ثم امك ثم امك خ Rebecca الزبط عشان Tour العلم العالم بقى صعب الدنيا بقى صعبة وبقى صريعة وحاجة خوف صح؟ يعني انا بقى ما بتكلم بقيت بقولك انا بكلم مع الشباب كتير فما تنقمت اي كلم جاي من لحد الشباب الشباب خايف شباب بقلقين شباب خايف والعين لان اللي بيحصل ده هو يعني بالنسبة له ما حصلش قبل كده بس هو حصل ايام بقى من 80 سنة احنا ما حدود نووش بس اهلنا كان بيحكولنا عليه فهي بتريد نفسها كوتشينا بتتلم وتتفاق من اول وجديد كل فتاة وحاجات ببلاب تقوم وكام نقول بس انكالف الجزء اللي خصينا لانا ديمين بقول فيه حاجات الناس بأسرع الحياة وهي حاجات مبادشة هوليا على ما ضرغية سير الدولار هولا ضرغية جو الطقس في حاجات مبادشة بالسرعة ده اللي تحكم فيه هو الاتتتوت او اللي انا بقى عمله اصرا دينا بخبط في الماي جدا لانا اعمله اللي انا اكشن بتاعي او الاتتتوت بتاعي او لو كده او الاتتتوت بتاعي العلم بقى صعب العلم بقى سريع جدا العلم محتاجين فيه ربنا اكتر بكتير جدا لان لما بجيجي يشوف جزء الخوف من عند الشباب ده بيبقى ياما مش مش عارف اكتبها ازاي ان انت عدقتهم بربنا مفياش حمار شوية مثلا او مش قربين لربنا قوي ده ارسف يعني ممكن يبقى تعبيرها صح فلان الطبعينية بتيجي من عند ربنا في الاخر الاخراء الثانية ان انت لازم يبقى عندك في وسط العالم اللي احنا عشرين فيه فهيه فوسط المشاكل ولناس بتسمع قصص مرآبه اني عمل ايه مين في مين والي عمل ايه في ايه والتي بكتبقى من السياسة كل بكتب المستوى الانسانية ان انت لازم عندك منظومة قيم ومبادئ بتاعتك انت لازم عندك منظومة وقيم ومبادئ بتاعتك انت. هي دي البوصلة بتاعتك ان انت ماشي بها في حياتك لان انت لو مشيت على العلم هتضيع بمعنى كنت لست مكان في الموضوع دقائي بقول ان احنا دعتي مشكلة في فرق ما بين ان انت مثلا ان انت كل انا غلط كل انا بنغلط كل انا بنغلط كل انا بنعمل حاجات حرامة سناليتر زنب كبير او صغير اما بتعمل الغلط انت عارف ان هو غلط دائما بقى فيه امل ان انت تترك مشكلة في العالم اللي احنا عايشين فيه دوقتي دقتي ان الغلط بقى بيتحلل بقى العادي بقى العادي وبقى حلال بيقولك كده التوني متاع ده عادي ايه يعني ما هو كل الناس بتعملها او ايه يعني في النكح بقننوه او ايه يعني فوقاص دي احنا ملنا فوقاص دي وانس ان انت بقيت بتعمل الغلط ان هو عادي دي كرس طبعا وده اللي بيحصل في العالم دلوقتي وده اللي بيتدخلنا من خلال الميديا وده اللي بيتدخلنا من خلال التعليم ولادنا والافلام والكلام ده كله والحاجات الاجندة اللي بتزق علينا ان الحلال الاول الحلال اللي يجب لك ترى كل احوية شخصية طبعا 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 فهموا أزدي ما هو ينفعش خشي أولك هتقول لي لا لا حرام أنا أقوم بعمل حرام بتاعنا وأنت أعمل حرام بتاعنا بعد كأنك تخطط حرام انت زهلا انت تحرد بس متقول ليش لا متقولش علي ان انا بعمل حاجة غلط فهموا أزدي لا متقولش علي ان انا بعمل حاجة غلط ما اكش الحق ان انت بتقول لي انا حاجة غلط اه انا حراش خصي انا تديك حاجة انت تخداش دي براحتك كل ده بقاش حدف ان انت ايه ان انت همهوتوني بتغسسوك انا حاجة الناس فان انت ما بقاش فيها بيد وصل تبقى الدنيا كلها الموادية تبقى عملية هيصة فهموا أهم حاجة تبقى عندك تبقى عندك انت منظوم القيم بتاعتك لا تتأثر بالآخرين تفتكر ربنا بيدي مين كل الناس بتتعب كل الناس بتتعب البنا بيدي اللي هو عايز اكيد طبعا لا افوش شك مش 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 لازم يدي اللي بيتع ومش لازم يدي اللي يستحق ودي بقى اللي اتكلم فيها بقى دايما ان هو انت شوف هو بيعمل ايه وبيعمل ايه هو انت اللي بيتوزع الألزاء ما كان البنا دي يا مورد ده كنت اللي توزع لو اخزع مش عنا لوزع الألزاء انت زيك زيه لا تتدخل في حاجات عارف انت فيه دي فوق دي فوق التخصص بتاعك باش في دي نتكلمش فيها ليه؟ لان ما هو بنا بيزرق تجر المخدر مصر؟ لسه كنت تبقى افكر في موضوع دك من فترة فكرة ان بتقيت افكرك عايز اوصل لاجابة برضو في السؤال دوت فلاقيت ان اوصلت الاجابة ما عرفش يا صحة ولا غلط بس هبتقيت احس ان ربنا بيدي اللي بينوي حتى لو تجر المخدرات يعني انا عايز ابقى اه غني فهنا هبقى اكبر تجر مخدرات هديك حسبك بعدين بزرق كل واحد انا عايز انا نويت ان انا بقى احسن لعيب كرة موجود في اه مسلا تروح دي واحد او تجر المخدرات لحد صلاح فهي النية معرفش الاجابة ديت صح ولا غارت بس كلها اكتهدت وانا بشايف ان هو بيدي الحكمة سيب قرار من ايب واش نية هو بيدي الحكمة يعني هو ممكن بيدي يعني مسلا هقول له حالة كان فيه مثلا المشاة يصل على تيكتوك كل شوية وانت لو تقول اوالا ااااااااااااااااااااااااااا لما اول ما تلع ده تتلع مثلا فيهم حلو عمل الفيديو وده تتلع عمل وانتشواجري وانت شواجد ايضا انت شواجد وماذا مش عالف عقد مع شركة ايه بتاعيه عشان يبقى كل تون وبتاع اخد فلوس حلو كمية الناس انا شفت عشان اشخده سوشال ميديا فانتفرج على كل حاجة سوش ميديا تاعيه كمية الناس الشباب انا شفت واحد شاب عامل لايف على تيك توك عامل فيديو على تيك توك طوله بيعيط بيقول انا شاب في هندسة وطلعت مع هندسة وعملته بتاع وده اللي ياخد فلوس وانا مااخدش فلوس نفسي اقول له استغفر الله العظيمي الله ما هو مبدئيا انت اقعد بتاعيط على تيك توك يعني ده مبدئيا ده مبدئيا يعني فموظيفة انا مش ده الهندسة اشتغط عيط على تيك توك ده اول حاجة تاني حاجة انت ما ناكش ده ما هو والناس عادة تطلع انتو بتشهروا الناس وانتو ببعوزوا الاجيال الجاية واي حد كان يعمل فيديو تارياء على السوق مش هفين يتخشو يشتمو فين الودت بقيت حد يفكر بالزبط احنا بنحب ان نصنع الدراما انما انا بشوف ان ربنا بيدي كل واحد الحكمة يا يدي الحكمة عشان يعملوا عبرة بعد كده يا بيدي الحكمة عشان انت تشوفه وتعمل زيه يا بيديله عشان يسعى يكون هو سبب فكير الناس تاني حواليه لليون في المية لأسباب كتير جدا بس دي لحكمته انا عبد فقير اعلى من فكري انت ممكن تسعى في حاجة جدا كبيرة جدا في حياتك بس مقاش لك فيها خير فربنا بحكمته يوقفها عنك ويمزقك موديك في طريقة تانية توصل حاجة تانية خالص او ممكن يكون حاجة انت بتسعى وتعود تروس الله دي بقى فيها اذى ليك او اذى لحواليك او ما تبقاش انت قدها ما تعرفش تهندك لا طبعا بس دائما بحاجة بقيس الموضودة حتى في تربية الولاد انت ممكن عندك اتنين ولدين ولادك او اتنين شغالين معاك واثنين غلطوا نفس الغارت واحد ممكن تسامح عارة طول والتاني مش تسامح عارة طول ديك حكمة في كده عايزوا يتعلم حاجة معانة ويثبت حاجة معانة وبعد كده ممكن تلاقيه طار اكتر من اللي انت سمحته الاولاني اقول لك حاجة انا اللي فيه حاجات زمان اقسم بلاعظين كنت بصلي او بدعي وبالدموع عشان ربنا ادهالي وكنت ساعاتها ما ادهاليش وكنت زعلان ودلوقتي يعني بحمد ربنا ما ادهاليش بالزبت 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 بحمد ربنا ان هو ما ادهاليش الوشيوية لهوية ده انا كنت معايت ادهو عشان دي او عشان ده مش دي يعني شخص يعني حاجة دي برد فبعاكات ده تشرفت حكميته بس انا ساعاته ما كنتش شايف حكميته فما تعرفش خير فيه بس انت اللي انت احنا اللي في ايدينا هو الساعي بس انا انا ميقول لي الفايدا ايه؟ الساعي واليمان تسعى وتبقى مؤمن ان ربنا عادل طبعا ده محوان انا عند ظن عبدي دي انت يا باشا زي الناس تقعد خايفة انا خايف انا خايف انا خايف انا خايف انا خايف انا خايف انت مجد ليه ما تظنش والاخي يعني ربنا اللي خلقك وبعد ما كنت الوقفة نقطة ليك كنت قد كده اهو كان لك من قدم وقف طول بعرض وليك اسم وشكل وحور وعلم ودلك علم وصورك في صورة حلوة وعملك وبتاع وبتاع بتزق وبتاع بتغلط بيسترك وما بتبقاش تستحق بيرزقك وما بتبقى بتعسي بيرزقك برضو يعني انت ليه ما تزنش بتحسنش الظن فيه يعني ما هادانا او بيجنيني بقى يقول لك انا خايف يا ابني انت بتبقى بتاعصيه وهو سهيبك وش سهيبك بس بيسترك وكمان بتسع الصبح بتتنفس وبتاكل وبتنزل وبتع شغلك وبي fluffy عليك وبرةDam واتنين وثلاتة بس ما بتبقى بتتمادى فيها بعيا ام صح قولنا على مثل او كوت ما واصل فيك في حياتك بتحبه عشي اممم مثل او كوت دعمهم بقول بس ناس بيتضحك عليها مش كوت يعني كان الكابتن نطيفك اه طبعك انا بقول الكوامة جوانة ليه 않아요 لان احنا عايشين في عص النجاح المصنع. يعني هدوقتي ممكن بوكت الصبح يا بش اعمل لك بروفايل وفيسبوك وانستجرام وفولوورز ولايكات وبتاعه ونعمل لك شركة ونسميها اكس وي زد ونعمل لك بتاعه. اخليك نجم في ثلاث شهور. وانت فاضي مضافة. بس وانت فاضي. فهم قصدي? وبشوف لأسف شباب كتير جدا على السوشيال ميديا. في لسه في مقتبل عمر او في بداية كارهم. ويطلحوا يتكلموا بثقة عالسوشيال ميديا. يعني انا مش قصدي اعملت حاجة بس في حياتي بس انا بشتغل اي عمر يعني بشتغل عشرين سنة. طرمط. يعني في مرمطة. وتقدر تقول ان انا عندي شوية انجازات يعني. يعني الحمدل يعني ازا كان بشغلي. شوية حتى انجازات. اقول لك عندك فشل. فشل. فشل ده الواحد. الفشل ده الواحده. ده بديك الخبرة بالزبط. فشل لحمل النجاح. هل انت بسلا نجيب قصص نجاح هلنا عشان هنا سا tyres تقام بجيهة ده لغا عندك كم هدف كم انجازة التقدر تقوله كدا لان احنا وعدنا نادي جوانك احنا مش لائي جوانك احنا نلاقي صور ولايكات وحركات وفيديوهات وبتم شرس انت بتجيب كم جون ادخلت قد ايه عملت قد ايه افاكت على الناس حوليك قد ايه. فدايمن بقول حتى كل اجوان ان احنا عيشنا في عالم. دهاتي عاينا في شيش عالم ان انا ممكن يا بشر عمل لك برنامج واجب لك وناس ونقعد ونصور. مش معك فلوس? تعال بس. تعال بس. بصدق. بلعك بش. عمل لك برنامج وعمل لك بتاعه انستجام واجب لك وناس ونقعد ونعمل ونعمل لان انت عايزه كله. فاماص دي. بس. انا انا ما احب ان انا قل اجوانة بش. قل لي انت هداف. وما كان هداف بيجيب الجون بعد كالي يقول ان اجبت الجون. الناس دي انا هجيب جون. انا هجيب جون. انا هجيب جون. فاماص دي. فلا بس. بس. فانا دائما دي نظريتي في حقيقة ان اكون اجوان. عايزك تقول لي على حد مصري او عربي. تحب تسمع قصته. تحب ان هو يعد مكانك كده وتسمع قصته. حد مصري او عربي احب اسمع قصته. اه حد مشهور يعني او حد من الفلوينسرز او حد اي سنابلت يعني. حد عمل حاجة في حياته. لأ نفسه. لأ نفسه. حد يبقى انتستان جدا وممكن تسمع قصته وقصته برضو كان ليت واس برضو كان عنده مشاكل معبوه كده. جوسف الديب. جوسف الديب. وهو من ميديا موجلز في الميدل يست. هو العمل قناة فتا فيت وبحض الديسكوري وكان ماسك ام بي سي. من اجوار الناس اللي في ميديا. وده راجل ابتده من مفيش خالص لما وصل انتفيو اوبرا وينفري وصحابه. اه لا يعني. وصلت تو ده طب او ده طب او هوليوود. يعني. دول. او شخص مؤثر جدا. وطلع كمية الناس من تحتيه. سواء من قناة فتا فيت. تلع الوضع دي بقى انفلوانسز بقى شفص بقى ناس. الناس في الميديا اللي عموا بتنامز كتير جدا. اه انا عاد جزء من قصته انا مسمعته بسمعتها منه. بس اه حد انت من نسبالك بقى جامل جدا جدا جدا. جدا جدا. اه يوسف الديب صراح. اه اعتمد عليك بقى في قصة دي. اه اخر حاجة عايزك تقول لنا على نصيحة. اه من تجربتك كده دي لأي حد بيحاول يلاقي نفسه. او لقى نفسه وعرف هو شاطر في ايه بس خايف ايه اخدر خاطر. ما يشمع. لكن نسمعه النصين. نسمعه النصين. نسمعه النصين. تلاقي نفسك بان انت اتجار. دايما الناس اخل باقي احنا في مصر محدش بشتغل بشاته. بي ام ماركتينج ام بي ام فاينانس كوتش. مسلا اه. فمحدش فيها بشتغل بشاته او كلها بنيلس حاجة ونقطع نشتغل حاجة او كلام ده كله. فدائما الشباب بيبقوا فاكرين هما ودي بتحصلي جدا جدا مع الشباب اللي هو بيبقى في ايه اخر سنة جامعة تلتة رابعة جامعة او لسه متخرج. انا باتخرج او هتخرج او باتخرج او فاضلي احب اتخرج ومش اعرف انا مفيد اعملي في حياتي. ده طبيعي. ده انت بتعلمتش حاجة اتعرفك. ايوة. هو انت شاطر في ايه. حاجة يشفينا في السن ده كان عارف. اه. هو بي اعملي في حياته. كلنا في السن ده كنا بنعمل ايه? كنا بنجارب. ايه انت في الجامعة بتنزل تحتمل تريننج. ايه انت خلصت جامعة بتنزل تجارب شغلنا في التانية في التالتة. ما كان اول سنتين ثلاثة بعد الكلية. اذا بدلت فيهم شغل كتير مش بتضايقك في السي في يعني كلنا بنفهم. وكل الناس اللي الشركات بتتكلم ده قلص يعني سوء العمل للتبدل خلص عن ما احنا كنا بنبتدى. ايه. فمش هتعرف غير لما اتجارب. مثل ايا كان في حياة حياة مثلا. مش هتعرف تدور على الشريك حياة غير ما تشوف كزا شريك كزا نوع. مش هتعرف تشتغل ايه غير ما تشتغل كزا شغلان. مش هتعرف انت متحب ايه غير ما اتش. حنا بنتقف انتو احب ايه في الاكل غير ما تدوق كزا اكل. مزبط بزبط بزبط. احبنا مش هتعرف. مش هتعرف انت في حيب ايه في الاكل غير ما اتحب بكزا اكل يعني انا انا احب يشوش سوشي انت قربتو لا بس ما محبوش اكله. احبوش انت قربو. طيب مصدي? بس. عشان تلاقي نفسك لازم تجرب. مازم تجرب بازم تبني تجارب. لازم تشتغل. لازم تروح. وتيجي. بتعيش مع ناس. اهم حاجة ازون تجرب وانت صغير. لا حاجة. حاجة انت. حلو ان انت قلت ايدي. انت مريد مش عارب شوانت صغير. هتطعب زي ما انت كبير زي كده. لا بقول لك بتريك انا بتريك كل حاجة حلوة حياتي. او كريري بتريد بوم بعد سنة 35. فهتبقى بتريد بنفسك وانت كبير. وانت في سنة صغيرة بيبقى عندك قبلية اكتر ان انت ما تنامش. وتنام ساعتين تلاتة وتسحة الشغل. وتتبهدل. وتيجي. وعندك طاقة على العمل. وطاقة على الكلام. وطاقة على الاستحمال. ومتبقاش عندك شخص ايه بتبقى يعني بتقبل حموقف كتير في الحياة. غير ما تبقى حتماله انت كبير. بتبقى راش تبقى حاجة كتير جدا. ما في حياتك بده. وتقبل على نفسك. فلازم تعمل كلام ده في سنة صغيرة. غير ما تعمل وانت في سنة كبيرة بعد كده هتبهدل. ده نوع. وانا قداما يقول لي بهدل وانت صغير احسن تبهدل وانت كبير. كنا يا باشا وورا. بسمع داش كلام فبقى يرحب. بهدل بهدل. ليه لع نفسه. ودي بقى اللي بتحصل بقى الشباب كتير جدا بقى اللي ابتب. انا خايف اخذ الخطوة. انا خايف اخذ الخطوة. انا خايف الخطوة. انا خايف اخذ الخطوة. مع انت لو فضلت ماشي جنب الحطة. اشتو حطة. بمعنى اه حدش في لازم الحياة اي حد نجح في حياته على بقى تفاوت النجاحات. يعني لو كان مهم لو هو بقى بليونير لغاية لو هو شبف عادي لغاية لو حدش في نجح في حياته غير ما خد ريسك. انا كان بقى نختلف في ريسك حجم مؤدي. وكل ما كان ريسك كبير كل غالهم بنجح بيبقى اكبر يعني على حاسة بتزالت فيها. المفهمة الاختيار بتاعك. انت عايز تعيش الحياة الطبيعية الازيزة لجنب الحيطان انت تعمل كله. ده اختيارك. بس عشان توصل لحاجة مش مألوفة او تحقق حلم بالنسبة لك كبير. هتطرى تاخد ريسك. وتاخد ريسك انت صغير. انا عصبا تاخد ريسك انت كبير. مر سوما انت مرماطة. بس مردو فيه فرق ما بين انت ترمي نفسك للتهلكة. وانت تاخد ريسك. بالزبط كبير. يعني هاديك مثال سريع. انا كنت مشتغلش غلانتي العساسية وشغلت بيزنس. يعني لقى حد مكاني. وانت عندك بيزنس ومبسوط يا بقى شاو بتروح بتيجي ومكسح بمصنعه وبتروح بتيجي وكلام ده هتسيب ده. وكان ده كان اللي بيحصل لي ده بقى كانت تراجل المبينة وبين العيلة. ان انت هتسيب ده. وطرح باش تشتغل حاجة. وكانش بقى ساعتها لسه مفهومة. انا كنت بكالا. ده اول الانفلوينسينج. وفيه 16 و17 كان لسه الموضوع اللي مش مفهوم. مش مفهوم بيجي فلوس ولا لا. ولا بتعمل ايه ولا رايح فيه ولا الكلام ده كن. فمثلا انا عملت ايه اللي انا عملته ان انا فضلت شغال شغلانتي اللي على الاساسية. وبعمل انها فلوسي كل حاجتي وبتاع. وباشتغل شغلانة بتاعتي دي بعد الضهر. حتى عمل كده القصة دي بتلات سنين. لغاية لما القصة التانية اللي هي بتاعتي اللي هي بتاكبر بتاكبر بتاكبر. لحد ما ادرت الانتر. ان انا لو سبتها هتسيبتي الاساسية داتي. روحتي لدي. اقدر اصبورت اللايف ستايل بتاعي اللي انا عايش بيه او راضي سبورت حياتي انا عايش بيها مؤقتا. وبس شايفيها اللي هي تكبر. اما لقيت النقطة دي خدت الاساسية. واسبت الاساسية واسبت الامان بتاع الاساسية. وشغل العيلة. شغل الكلام ده كله. وراحت خدت ريسك في حاجة جيدة. كانت لسه بتبتلي. محدش فهم هي راحة فين ولا جاي منين ولا الكلام ده كله. بس ما كنتش خدت ريسك ده ما كنتش هبقى قدامك رايح النهات. رح. الحمد لله انتخذت الريسك. الحمد لله انا بحرف دي الرزك. حمد الله. حبيبي يا حسين. بساطر اخليك قلبي احنا lan полكاسر. شكرا لكل واحد كمل معانا للااخر. يا رب تكون الحلقة دي سبب ان كل واحد فينا هيبتدي لفكر ولولا وللحظة. ربنا خلقنا ليه وقد دي احنا مختلفين مهما كنا نبان شبه بعض ربنا خلق كل واحد فينا ومعها داي غير اي حد حرام نعيش من جب ما نعرفها ونستفيد منها ونفيدي اللي حوالينا لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك انت سبسكرايب عشان اكيد الحلقة الجاية ما فيه الدفقة قومي بكير سواعيك شكرا